السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في غيريات للسنة السادسة ابتدائي إذن اليوم سننهي الدرس المتعلق بالتناسبية والرأسمال والفائدة في الصفحة 59 من كتاب الجديد إذن قبل هذا الدرس سنلخص فيه بعد ما جاء فيه قبل أن ننجز التمرين المتعلقة بهذا الدرس إذن في هذا الدرس خلال إنجاز التمرين لاحظت بأنه يتحدث على ثلاثة العناصر الأساسي اللي هي الفائدة السنوية ويتحدث عن التخفيض ويتحدث عن الضريبة والقيمة الموضة إذن هدوما ثلاثة المحاول الرئيسية يتتكرر فيها بعض التمرين إذن بالنسبة للرأسمال والسعر والفائدة إذن سننجز هنا عندنا ثلاثة ديال الحالات يعني رئيسية كذلك عندنا واحدة تمرين فيها قبل بعض الرحالات إذن العلاقات التي تحدثنا عنها وقلنا بأنه العلاقة الرئيسية هي أن الفائدة تسوي الرأسمال في السعر على مئة هذه العلاقة التي نبدأ بها ثم من هذه العلاقة يمكن أن نستخرجوا العلاقات الأخرى هنا يعوداني عندنا إذا أرينا الرأسمال نضرب الفائدة السنوية في مئة ونقسمها على السعر وإذا أردنا أن نحسب السعر نضرب الفائدة السنوية في مئة ونقسمها على الرأسمال إذن هنا قد نطبقها في هذه الجدول قد نشوفوا الجدول ديالنا يعني من نشكي تكون الجدول لدينا فيها الرأسمال ونسميه في بعض الأحيان لما بلغ المودع ونسميه في بعض الأحيان القرض ونسميه بالفرنسية إذا هذا المفاهيم لابد أن تكون مضبوطة لكي نتعامل مع التمارين بشكل جيد إذن الرأسمال هو الكابيتال وش مرات يسميه في المسألة يسميه المبلغ المودع وبعض المرات يسميه القرض فاش نسميه المبلغ المودع شكون هو اللي يستفيد من الفائدة هو الذي أودع المال وفاش كيكون قرض شكون اللي يستفيد من الفائدة هو البنك وسعر الفائدة يبقى على حساب لأن السعر الفائدة إذا ودعتي المال مش هو السعر إلى خطيتي القرض يتغير إذن هنا السعر دي الفائدة هو هذا والفائدة السنوية كنحسبوها وكذلك هناك واحد للمفهوم أيضا دي المبلغ بعد مرور سنة بعدما كاتمر سنة بعدما كاتمر سنة يعني الشخص كي يأخذ فلوسه كيأخذ الرأس المال نساعه كيأخذ كذلك ذك شيء اللي يستفيد بنسبة معينة وسعر محدد إذن في هذه الحالة دي شنو عاطينا في التمرين إذن عاطينا الرأس المال إذن الرأس المال إذن الرأس المال عندنا وعندنا سعر وعندنا السعر وشنو اللي خاصنا خاصنا نحسبوه الفائدة السنوية إذن هذه الحالة اللي نقدر نصدفوها في التمرين إذن كيباجد دي بغضي نحسبوها جشي قد نستعملو هذل علاقة هذي إذن غضي ناخد إذن هنا باش نحسب انا الفائدة السنوية غا ناخد ديك الرأس مال اللي هو 30 الف درهم وغادي نضربها فاش وغادي نضربها في سعر الفائدة اللي هو 4 وغادي نقسم على 100 وحين اذا غا نحصل على الفائدة السنوية اذا هنا غادي نختزل بجوجة أصفار يعني نقسم على 100 وغادي نتبقى ليه 300 فاربعة يعني 3 فاربعة 12 وغادي نزيد لها جوجة أصفار يعني هاد الشخص كم سيستفيد في السنة سيستفيد 1200 درهم اذا المبلغ بعدها مرور سانة شنو هنديرو باش نلقاوه هناخدو الرأس المال اللي حط في بداية السنة وغادي نزيد عليه الفائدة السنوية في اخر السنة والتالي غا تغطينا 31 أو لا نعم 31 1200 درهم اذا في اخر السنة غادي ياخد غادي ياخد رأس المال بتاعه وغادي يزيد ياخد ديك الشي اللي كنقوله بلوكة الفلوس بلوكة لأن الفشكة تحط تودع المال ما كتقدرش تعاود تاخدها في طيلات السنة ما كتحدش تلك الفلوس هذا هو هاله معنى ديال الفائدة السنوية اذا هذه الحالة الاولى حالة الثانية ايضاً عاطينا الفائدة السنوية هذه العلاقة التي سنتستعمل الآن ما هو الرأس مال؟ يجب أن نقاله capital يجب أن نقال الفائدة السنوية ويجب أن نقال السعر ويجب أن نقال الرأس مال ما هو العلاقة التي ستفيدني هنا؟ هذه العلاقة لم أصل حتى لي لأن هذه نحسب بها الفائدة العلاقة التي سوف نستعمل هي هذه ما هو الرأس مال؟ تلك الفائدة السنوية سأضربها في مئة أو أقسمها السعر سأضربها 6 ألف برهم سأضربها في مئة ونقسمها على السعر ونقوم بعملية حسابية ماذا ستعطيني؟ سأضرب مئة إلى أقسمها على خمسة قد أعطيني عشرين سأضرب حساب دهني خمسة قد أعطيني عشرين ونقوم بعمل ستعطيني عشرين ثم أضيف الأصفار ثم أضيف الأصفار ما هو الرأس مال السيد في بداية السنة هو مئة وعشرين ألف درهم مئة وعشرين ألف درهم إذن خلال نهاية السنة سيأخذ مئة وعشرين ألف درهم من تاعه ككابيتال كرأس مال سيأخذ الفائدة السنوية وبالتالي سيأخذ مئة وستة وعشرين ألف درهم إذن الحالة الثالثة الحالة الثالثة ماذا سيقدرون يعطونه؟ يعطونه الكابيتال أعفوني نحن نحافظ على الألوان ونحافظ على العلاقة والفائدة السنوية مثلاً هذا الشخص الكابيتال هو الرأس المال هو عشرين ألف درهم يعني مجد المليون وفي آخر السنة كفائدة السنوية أخذ ألفين درهم يعني ربعين ألف درهم إذن ما هو السعر للفائدة التي خدتها أخذها هذه الفائدة إذن هنا ستتعملوا العلاقات الثالثة بالبعضة السنوية في مئة أعلى بعض مال إذن نمكنك من به أي عملية حسابية إذن السعر السنوية يسبب الفائدة السنوية وهو ألفين درهم ونضربها في مئة وسأقسمها على الرأسمال إذن نشوف ماذا ستعطينا كسعر إذن هنا سنختزل ثلاثة الأصفار مع ثلاثة الأصفار ثم سنختزل هنا الصفر مع الصفر وسأتعطيني عشرة على جوج هي خمسة خمسة في جوج إذن عشرة في المئة إذن هو السعر لذلك عشرة في المئة هو سعر الفائل إذن لما أبلغ بعدها مرور سنزيد بطبيعة الحال الكابيتال على نعم على الفائدة السنوية إذن كسعطيني 22 ألف إذن هذه هي الحالة الأولى الحالة الثانية التي نصدقها في هذا الموضوع هي التناسبية وكذلك التناسبية والكابيتال والرقسمال والسعر إذن هنا كنصدقه ما يسمى بالتخفيض إذن كيكون عندي واحد ثامن قبل التخفيض واحد يسمى صاحب المتجر يريد أن يحدد واحد نسبة التخفيض إذن هنا كيف يطلبوننا؟ غالباً كي يطلبوننا مبلغ التخفيض والثامن بعد التخفيض هنا ثامن بعد التخفيض إلا لاحظوا أن هناك نزيد الفائدة على الكابيتال هنا لا، هنا سننقصه لأن هناك تخفيض هناك تخفيض هناك الفائدة كينصعود هنا لا، ثامن خصوين قصن هناك تخفيض هناك تخفيض أول شيء سنحدد مبلغ التخفيض إذن مبلغ التخفيض سنضرب 5 ألاف درهم و سنضربها 10 و سنقسم علامية إذن هنا نحسب مبلغ التخفيض بحاله بحال الفائدة السنوية غير هو سنقصه من الرأس المال إذن هذا يمتل الرأس المال وهذا يمتل السعر إذن تعاملت معهم بحال بحال إذن هي نفس الطريقة فقط أن في النهاية سنضرب الفرق ولكن هناك نضرب الجامع إذن هنا سنضرب عملية حسابية إذن ستعطيني 50 فاشرة هي 500 إذن مبلغ التخفيض هو 500 درهم إذن شنو سيكون ثامن بعد التخفيض سنأخذها 5000 درهم و سنقسم منها 5000 درهم و سنقسم منها 500 درهم إذن ستعطينا 4500 درهم إذن هذا الشخص اللي اللي غاد يشري هذا المنتوج أولي باش يشريه متين لك كان حاسوب عوض ما يشريه ب5000 درهم كي يشريه ب 4500 درهم يعني كي يكون أرباح واحد ل 500 درهم اقتصد بطبيعة الحال في عملية الشيئ إذن هنا كذلك عنا الموضوع ديال الطيبية أو الضريبة على القيمة الموضع إذن السعر ديالها محدد في 20% لا تتغير في المغرب عندنا 20% ما كنا نعمل؟ أولا نحسب المبلغ على الطريبة بحال مبلغ التخفيض بحال الفائدة ال�انوية هنا يغالض نزيده لياک كذلك ستفعله الزائد بالتخفيض yesterday في التخفيض الوحيد وكما السحرك المبلغ بعدها مرور سان إذن تقريبا نفس الطريقة وبالتالي باش ما يتشتج تلميذ هذا الشيء لشانها حاولت أننا نجمع هذه الثلاثة ديال الحالات اللي كنصدفوها في التمارين إذن هنا أولا نحسبو المبلغ ديال الضاريبة إذن الطيفية إذا برنا نحسبوها كيف تساوي؟ نطبقوا القاعدة هذه في عشرين علامية إذن الكابيطال اللي هو في هذه الحالة مجموع هو كي تسمى الأشطي يعني أورتاكس يعني بدون ضريبة الثامن بعض يعني إذا شرشي واحد بدون ضريبة سيشرب ستة الاف درهم ولكن إذا تحسبت عليها الضاريبة سيزيد واحد شوية هو اللي سنحسبوه كي تسمى المبلغ الضاريبي إذن هذا المبلغ الضاريبي هو ستة الاف درهم دروبة في عشرين علامية إذن سيتمشي مئة 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 وتعطينا ستة في جوجه إذن مئة هي اطناش ونزيده جوجه أصفر إذن هذا هو هادية الطيبية هذا المبلغ اللي سيخلص إذا كانت محسوبة عليها الضاريبة ما غديش يخلص ستة الاف درهم فقط وإنما غدي نزيده له الف ومئةين وبالتالي غدي تعطيه سبعة الاف ومئةين درهم إذن هذا هو إذن هادو مثلت هذه الحالات اللي كيمكن نصدفوها خلال التمرين إذن غنمشيو دابل تمرين رقم واحد ونشوفوه إذن لاحظو جيدا تمرين واحد هو نتديك شي مع ديلا حيدنا المبلغ بعدها مرور سان إذن الحالة اللولى شنو عنا فيها عنا فيها الحالة اللولى هكا وفقيا عنا فيها الرأسمال والسعر إذن شنو غسن نحسب إذن الفائدة إذن هنطبق العلاقة الأولى إذن شنو غدي ندير غدي نضرب الرأسمال في السعر ونقسم على 100 إذن الرأسمال غدي نضربه في السعر ونقسم على 100 إذن عندي إلا بغيت نحسب الفائدة السعر نسميها لانطيغي إذن ثلاثة وثلاثة وثلاثة درهم اللي هو رأسمال غدي نضربه في خمسة فاصلة جوج اللي هو السعر ونقسم على 100 ونقال فائدة السنوية إذن هنضربه عملية حسابية إذن هنا جوج أصفار نختاز له بمئة هنا وهنا وغدي نقالية 33 في خمسة فاصلة في خمسة فاصلة جوج إذن 33 مضربة في خمسة فاصلة جوج إذن نتيجة هي 171 درهم فاصلة يعني هذا الشخص هذا غدي يستافد هذا اللي يحط فلوسه غدي يستافد 171.6 درهم في نهاية السنة لأنها فائدة سنوية بالنسبة للحالة الثانية شنو عنا عنا الرأسمال وعنا الفائدة شنو خصنا نحسبه السعر إذن عنا العلقة لكتحسب السعر إذن ماذا يسوي السعر إذن السعر هو الفائدة السنوية في مئة أعلى الرأسمال إذن نطبق إذن السعر اللي كنسميه لوتو دانتغي لوتو دانتغي لوتو دانتغي كيف يساوي لوتو دانتغي كيف يساوي لوتو دانتغي الفائدة السنوية اللي هي 5993.4 ونضربها في مئة ونقسم كل شيء على 13800 درهم إذن هنا نختزله بالأصفار بحلنا نقسم العددين على مئة هذا الطرق جيدة كتنقص علينا الحسابات وتنقص علينا الأخر توقف قلينا نضرب واحد إذن بحلنا نقسم 593.4 على 138 593.4 مقسومة على 138 درهم إذن شحكها تعطينا السعر هو 4.3 إذن 4.3 في المئة هذا هو السعر اللي أخذ به هذا الشخص اللي ودع به المنتع إذن الحالة الثالثة شنو عنا؟ الحالة الثالثة عنا السعر وعنا الفائدة والذي يوجد أنحكم كل الرأسمال ضربنا نضرب الفائدة السعول ونقسم على السعر الأفائدة سعرة نضرب الركinek بالآخر Harvard 804.5 سنضرب every لنضرب 502 كفائدة السعر سنبدأ بهذا Wireless forward 822 إذا 822 فاصلة خمسة نضربها في مئة ونقسمها على 4.7 إذا كس عطينا سبعتاشر آلف و سبعتاشر آلف و خمسمية ديال الدرهم إذا هذا تمرين في غاية الأنمية ننتقله إلى التمرين الثاني إذا التمرين الثاني كان 8 بضاعات هو 840 درهم تم تخفيض تمانيها بنسبة 8% إذا لاحظوا جيدا إذا ذلك الشيء الذي هضرنا عليه قبيلة هل يتعلق الأمر بإداع المال والفائدة السنوية؟ لا يتعلق الأمر بالتخفيض إذا يجب أن هذا الجدول يكون لدينا يجب أن نفرقه بين هذا إذا ما أعطونا هنا؟ أعطونا 8 بضاعات الأصلي إذا 8 الأصلي هو هذا هذا 8 الأصلي والتخفيض والنسبة للتخفيض هي السعر اللي سنشبهه بالسعر بالنسبة للفائدة السنوية إذا بخصنا مبلغ التخفيض إذا مبلغ التخفيض هو سنضرب السعر في 840 وهنا في الجدول عندي كل مية ما يعني هذا 8%؟ كل مية يستفد من الإنسان 8 درهم يعني كل 100 درهم تستفد منها 8 درهم يعني إذا شريتي بضاعات تدير 200 درهم ما ستستفد؟ 16 درهم أخذي بضاعات تدير 600 درهم ستستفد فيها 8 في 3 وهكذا هذا هو المقصود في نسبة التخفيض إذا هذه النسبة سنطبقها إذا أردنا مثلا الثامن قبل التخفيض بالنسبة لهذه الحالة كان هو 840 درهم ولكن بعد التخفيض سنضرب العملية الحسابية إذا سنأخذ هذه الـ 840 اللي هو الـ Capital وسنضربه في السعر هذه التخفيض وسنقسم على مئة إذا هذه العلاقة لحتوى العلاقة تتكرر فأخصى تكون مفهومة إلى التفاهمة هذه فهمة الدرس وكله إذا هنا سنختزله بهذا الصيفر إذا اختزلنا بهذا الصيفر ستبقى لي 84 في 8 على 10 إذا هذي يبقى هذا الصيفر حيث عندي صيفر الفوق إذا سنضرب العملية الحسابية إذا 84 مضربة في 8 مقسومة على 10 إذا ما حال هو التمن المبلغ للتخفيض المبلغ للتخفيض هو 67 درهم فصيلة جوج إذا هذا الشخص إذا أخذ هذه البضاعة سنقسله هذا التمن لا سنقسله بهذا التمن وإنما سنقسله بهذا التمن وإنما سنقسله بهذا الصيفر لأن هذه هي نسبة التخفيض إذا ننتقل التمرين الموالي وهو التمرين يتعلق كذلك بلزانتغي إلوتو إلوكابيطال إذا كما تكرم ليهون قبيلة بالفرنسية لأنه لتعودوا على التمرين بالفرنسية لأنه مرة تنتجدون تمرين بالفرنسية ومرة تنتجدونه بالعربية إذا نقرأوا لفرنسية بلزانتغيط 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 هكذا نقرأوا لكي نتجدونه فبالتمرين بالفرن لأنه يتعلق يتعلق 1500 ديرهم بلزانتغيط إذا هنا لدينا الفائدة السنوية لذلك هذا الانتغيط إذن على سعر الطو لذلك ستكون كالكول لتو دو بلازمو يعني اللي خصنا نحسبه هو لتو دياله إذن هنا شنو نطبق العلاقة اللي عندي كتحسب لي لتو دانتغي نكتبها بالفرنسية مثلا لتو دانتغي إتقال الانتغي فو سان ديفيزي بار الكابيتال لذلك بالفرنسية هي هذه إذا بريدت هنا مثلا لتو دانتغي هو سعر الفائدة كيساوي الفائدة في مئة أعلى ونطبقها في هذه العلاقة إذن عندي الكابيتال هو دي ميل ديرهم وعندي الفائدة إذن لتو دانتغي تقالى كواه تقالى 100 ميل سان ديرهم ملتبلية بار 100 ديفيزي بار الكابيتال اللي هو دي ميل ديرهم هنا سنطبق على الأصفار لأن أكثر يكون الأصفار أكثر العملية تكون أسهلة إذن عندي جوج أصفار لتبت على جوج أصفار هنا كذلك لاحظوا كيفية العملية تفرتكت وصبحت لي 15 في 1 على 1 إذن 15 إذن 15% هو 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 التو دانتغي إذن هذا التو دانتغي إذن هذا التو دانتغي النسبة عالية إذن هذا الحصالة أو هذا الصندوق دي للتوفير إذن جيد بطبيعة الحال إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس إذن موعدنا مع تقويم الوحدة الثالثة ثم تقويم الأسدس الأول شكرا